اشتركوا في القناة هاشتاج اسمه تامر مرسي ضمن صدار التويتر بعد تداول رواد مواقع التواصل انباء عن فتح تحقيق في ملفات شركة سينرجي التي يرأسها بدعوة الفساد واهضار المال العام ربما دي تكون تغيرته الخاصة فعلا طيب ايه القصة وايه الحكاية وايه الحدوتة وليه تامر طلع على المسرح النهاردة القصة اللي انتشرت على السوشيال ميديا تكلم عن اخبار حول اهضار مال عام في الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ايه اللي بيدرها تامر مرسي نشر الصحف الفني محمد فتحي مجموعة من التغريدات كشف فيها تفاصيل حكاية وقال محمد فتحي في اول تغريدة قال الكلام ده مصادر من داخل مجموعة المتحدة للخدمات الاعلامية بتقول انه تم تشكيل لجنة من جهة سيادية لفحص كل ملفات المجموعة التي يرأسها تامر مرسي وخاصة سينرجي للانتاج الفني لوجود شبهة اخدار مال عام في الاعمال الدرامية التي تم انتاجها في رمضان بوسطة الشركة واعمال اخرى توقف انتاجها ده الصحف الفني محمد فتحي محمد فتحي اضاف في نفس الاطار ده وقال اشارت المصادر الحقيقة الى انه خلال ساعات او الساعات الاخيرة جرت تحقيق مع حسام شوقي المشرف العام على الانتاج والمدير المالي احمد وجيه والذين يتواجدان بالنيابة العامة للتحقيق معهما بتهم التحقيق اخدار مال عام قمته تمنمائة مليون جنيه بمعاونة الكاتب يسر الفخراني ورجحت المصادر ان انت تم اطاح التامر مرسي انا بس عايزك سيبك من الاسماء انا عايزك تسجل الرقم ده تمنمائة مليون جنيه انسى الاسماء سجل الرقم ده في التغريدة التالتة محمد فتحي ذكر بعض وجوه الفساد لما تكلم عن مسلسلات زي خالد بن الوليد وبيقول اللجنة المشكلة قررت فتح ملف مسلسل خالد بن الوليد اللي هو كان بطولة عمر يوسف واللي بدأ التصوير فيه بالفعل لكن الخلافات بين بطل العمل والمخرج رؤوف عبد العزيز اللي قيل انه يرتبط بصلة قرابة لرئيس المجموعة مرسي فتوقف المسلسل الذي اسندت شركة سينرجي تنفيزه لشركة اسماء كودكس المملوكة لقريب المخرج جالين كلام جميل ده اللي قاله تامر محمد فتحي لكن في التغريدة التالتة الحقيقة او كما اشار محمد فتحي في تغريدة تانية الى ازمة مسلسل الملك احمس قال بالنص كده بيقول هو وبحسب المصادر فقد قررت اللجنة فتح تحقيق الملوكة خاص بمسلسل الملك احمس والذي كشفت المصادر انه تم اهدار خمسة وخمسين مليون جنيه مصري فيه قبل ان تعلن الشركة وقف تصويره ومسلسل ناسة الاغراب والذي تخطت ميزنيته ميت مليون جنيه واعتبره البسئولون اهدار للمال العام ده اللي قاله الصحفي احمد فتحي لكن الكاتب الحقوقي الحقيقة احمد سميح قال على معلومة جديدة وجاب فيها سيرة كامل ابو علي قال احمد سميح في تغريدة قال بالنص كده في التغريدة بتاعته عن كامل ابو علي بعد موسم رمضاني مليء بالدعاية والدرامية والتسويق السياسي للنظام ليلة ساخنة في شركة سينارجي وايقالة تامر مرسي ووضعه تحت الاقامة الجبرية وتعيين كامل ابو علي مستر كامل رئيسا للشركة المتحدة للإعلام والقبض على حسام شوقي المدير المالي للشركة المتحدة الاختيار واحد الاختيار اثنين مسلسلات رمضان 2021 ده اللي قاله احمد سميح بعد اللي حصل ده الدنيا اللي اتقلبت الشركة المتحدة طلعت بيان للمواقع الاغبارية وقالت فيه نافت فيه كل الكلام ده وقالت انها تعمل مؤتمر يوم السبت الشركة المتحدة طلعت البيان ده وارسلته الى كل وسائل الاعلام الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تنفي ما يثار من شائعات وتؤكد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مروجيها الشركة تعقد مؤتمر صحف السبت المقبل للإعلان عن ما تحقق من انجازات وملامح التطوير وخطتها المستقبلية ده اللي صدر عن اليوم السابع لكن الحقيقة كان فيه كلام تاني من واحد تاني الحقيقة مش ده انما شخص تاني خالص بخصوص القصة دي في ردود الافعال على السوشيال كانت واسعة عكست حالة الغضب من الشركة وانتجها فكتب الصحفي حسان بحجة التغريدة قال فيها وفي بلوت تيست تويست تاريخي طلع المنتجين الوطنيين لمسكين الشركة الوطنية المملوكة للجهاز الوطني بيسرقوا فلوس الوطن المخصصة لإنتاج مسلسلات رمضان ده اللي قالوا الأخ الحقيقة حسان بحجة تعليقا على اللي بيحصل بينما كتبت أو حساب باسم عزة مجازي كتبت بتقول إخواتنا بيموتوا في الاختيار واحد وهم بيسرقوا الحقيقة الناس كتيرة جدا اكلمت في القصة دي ومنهم ناس مشهورة جدا حساب اسم محمد حميد برضو كتب وقال عيب الشهيد أحمد فلوكس لسه لابس الأفرول عيب ده الشهيد أحمد فلوكس لسه لابس الأفرول أما الحساب باسم عثمان فكتب وقال تامر مرسل منتج الوطني اللي ماسك الحقيقة الشركة الوطنية المملوكة للجهاز الوطني طلع بيسرق الوطن شيء متوقع من ناس أو مع ناس بتزور الواقع اللي الناس عايشاه في الاختيار لكن أقوى رده هو البوست اللي تكتب وتحزف على صفحة سينرجي نفسها ولقاطته صفحة رزد أهو على صفحة سينرجي معتمدة على تويتر تامر مرسي العاشرة ما تونشغل على ابن الحرام فعلا وقال بمكسور سينرجي على تويتر وترفع على فكرة اتشال البتاع ده لدرجة ان البعض قالك ان ده على فكرة ممكن يكون اعادة انتاج جديد لمحمد علي تاني او ناقم جديد على السلطة ده اللي قاله حساب باسم الاستاذ خالد عشور خالد عشور قال كلا كد تاني مرة تامر مرسي وحسام شوقي ومحمد سامي واعادة انتاج قصة المقاول محمد علي اختلاف لصوص مع بعض اللي بيحصل مع تامر مرسي النهاردة شبه بالزبط اللي حصل مع المخرج محمد سامي اللي هو جوز الموزة اللي سخر لع مسلسل نسل الاغراب كله بما فيهم كريم لا مش كريم اسمه ايه الموصل اللي كان احمد السقه واللي قدامه اسمه ايه كرارة امير كرارة عشان يخدمه على الهانم سامي ده اتقلبت عليه الدنيا واوخيل يوم 15 مايو اللي فات بعد ما كانت سينرجي تعاقدت معي لمدة 3 سنين في يوليو اللي فات وقتها اتقال ان الاقالة دي او فسخ العقد بينه بين سينرجي كان بسبب المهزلة اللي حصلت في ناس الاغراب التغريدة هو موقع رويا بيقول مصادر اعلامية اكدت اكدت انه من بين اسباب قرار وقف التعامل مع محمد سامي انتقاد الجمهور الكبير اللي عمل ناس الاغراب بالاضافة انه الى عدم الالتزام بالسيناريو المتفق عليه مع الشركة المنتجة ووجود تعديلات عدة وعدم تسليم الحلقات المتبقية في موعدها وخلافات عدة حدثت بين ابطال العمل اثناء التصوير وقتها طلعوا فنانين رحبوا بالقرار ده جدا ومنهم اللي عمل فيديوهات زي الفنانة ماها احمد اللي طلعت اتكلمت عنه وقالت الكلام ده اللي هم نجوم هكلمهم واكيد انا ليه دلال عليهم هكلم معاهم وهقول لهم انا عايز اشتغل مش عيب مجدي قال لي لأ قال لي ما تعملش كده اولا هتقللي من نفسك ثانيا ممكن تلاقي رد فعل هيدايقك جدا وهتلاقي نفسك مش مبسوطة خاص المهم انا عملت ما عملتش بكلام مجدي طبعا وروحت مكلمة يعني ما كانش ليا اي لازمة في المسلسل طبعا انت كان ممكن تقول لي احنا ما عندناش ادور كان ممكن تقول لي يا مهة خليكي في وقت تاني كان ممكن تعمل معي واجد تاني مع اصحابك المخرجين او المنتجين وتقول لهم شغلوا ما ايه المشكلة ما انا خلاص ما انا تنازلت واتكلمت وحطت على كرمتي لمونة زي ما بيقولوا وقلتلك مهم معلنا رحت طبعا انا استغربت جدا وعايز اكلمه يعني انا عايز اتصل بي اقول له ايه اللي حصل او اقول له طب كنت قلتلي ان الدور دور كنبرس وما فيش داعي وخلاص يعني وما تشتغليش يعني ايه المشكلة مش هزعل منك انت كفاء ان انت رحبت بيك يعني كفاء ان انت تمان قلتلي هقف جنبك وانت اختنا وعملت الحاجات اللي انت ايه يعني ايه المهم اتصل بيه مايردش اتصل بيه مايردش تقريبا حوالي عشر او خمستاشر مرة اتصل مايردش بقيت اتصل من تليفون جوزي مايردش كتير جدا 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 رحتمت تصل بوكيل اعمال زي ما بيقول ويبدو ان الموضوع لا الموضوع فيه حاجات كتير علي لا تجادل ولا تناقش اخي علي لما طلعت معا قالت الكلام ده ردت عليها ام احمد السق ام احمد السق تبقى بنت الفنان المصري القديم عبد السروج ام احمد السق يظهر رد رد جامد جدا رح تطلعت اخت احمد السق شطفت مها احمد لكن احمد السق نفسه طلع قالك المتين حلوين لمها لان مها دفعة احمد السق في المعهد هم دفعة قديمة هم تكحولوا مع بعض كتير جدا انا عندي مفاجأة بقى ايه المفاجأة اللي عندي وجاتني دلوقتي معلش علي طول بالك معايا لان المفاجأة جامد علي انا شخصيا صلى عن نبي علي ونبدأ الحكاية من اول هو الخبر النهاردة القبض على تامر مورسي او الكلام ده طلع لي خبر كده معلش الخبر النهاردة عن تامر مورسي وشركة سينرجي وانها اهضرت 800 مليون جنيه في مسلسل ناس الاغراب وغيره صح؟ مش ده خبر النهاردة ترند طلعوا كده يا علي بعد اذنك الترند الاولاني ايوه ده هاشتاج تامر مورسي ضمن صدار التويتر بعد توادأ عن فتح التحقيق معه طلع لي معلش تاني الخبر اللي هو بتاعي علي اقالة او فسخ التعاقد مع محمد سامي اللي كان من 15 يوم تقريبا معلش طلعوا كده من 15 يوم فسخ التعاقد مع محمد سامي اهو حلوة جدا مصادر اعلامية اكدت ان من بين اسباب وقف التعامل مع محمد سامي انت قادر حطي علي الاتنين جنب بعض حط بتاع سينرجي ومحمد سامي ده مع بعض حطهم مع بعض يا علي جنب بعض عشان هعمل لك مفاجئة حضرات السادة وإحنا عاديين مع بعض كده وما فيش مشاكل خالص بيننا الحمد لله ايش اعيها دايرة في مصر دلوقتي بتقول كلام عجيب قوي دايرة دلوقتي ناو ولما نقول ناو يعني ناو على رأي ايش يا حضرات دلوقتي دايرة ربطت ما بين الموضوع بتاع التحفز على سينرجي والقصة دي وربطت مع موضوع سام محمد سامي ووقفوا عن العمل مع سينرجي الاشاعة بتقول ايه علي بعد ما تصلى على النبي الاشاعة بتقول اني ام محمد سامي هي اللي اشتاكت شركة سينرجي وفتحت الملفات بتاعتها لاني ام محمد سامي هي النائبة صبورة السيد وهتلاقي خبر عندك علي على جوجل بيقول ما سر زيارة محمد سامي ومي فاروق الى مجلس النواب فاللي شاعة بتقول كده علي اني لما شركة سينرجي فصلت او انهت التعاقد مع محمد سامي ام محمد سامي اتدخلت زي ام الساقة كده لما اتدخلت مع احمد فأم محمد سامي بلغت عن الشركة دي ولو طلعنا دلوقتي وعملنا سرش قدامي اهو تعرف على سبب زيارة محمد سامي ومي عمر قصدي لمجلس النواب قال انه هما راحوا زاروا مجلس النواب لاني اه والدة المخرج اسمها صبورة السيد عدو لجنة التعليم نعمل كده سرش على صبورة علي معلش اهيو ابراهو عليك تعرف على سبب زيارة خش بقى في احوال خبر يلا يلا نخش كده الخبر ده يوم ستة عشرين يبريل يعني يا حضرات اتصدرت ليهم وطلبوا سبعة وتلاتين مليون جنيه من محمد سامي فقلبت عليهم التربيزة يا حضرات ده القصة كلها ان شركة سينارجي فصلت محمد سامي وطلبته بيدفع سبعة وتلاتين مليون جنيه مش فاهم ايه قصة الخبر ده مالو يعني انا ماليش علاقة بالخبر من امتى انا بسأل سؤال الكلام بيتقال في مصر دلوقتي ان شركة سينارجي طلبت محمد سامي بسبعة وتلاتين مليون جنيه ام النائبة صبورة تصدرت وبلاغت الشعب تقول كده ماليش علاقة وبلاغت عن مخالفات شركة سينارجي ماليش علاقة جماعة انا نقلتلكم ما يشاع الى اي مدى ده حقيق الله اعلم انا نقلتلكم اللي على السوشيال عن قصة القلب على سينارجي هل صحيح ام محمد سامي هي السبب في القصة دي الله وعلا وهل القصة دي حقيقة ايه دي صبورة علي دي صبورة ايه دي نائبة صبورة وده ابنها محمد سامي عرفتوا يا حضرات بقى القصة قصة بتقول ان شركة سينارجي مش بس اكتفت بانها طل فصلت العقد معاه دي طلبته بسبعة وتلاتين مليون جنيه تعويض وطبعا ما عندوش سبعة وتلاتين مليون جنيه فقامت السيدة صبورة السيد ويعيدوا مجلس الشعب وهي في لجنة التعليم فتحت الملفات امام الرقابة لمخالفات شركة سينارجي وطبعا اكتر واحد عارف مخالفات شركة سينارجي هو المخرج اللي بيشتغل معاهم واللي عمل معاهم مش مسلسل السنة دي بس سنة لفات نرجع تاني للمخرج خالد يوسف اللي قال ان مشكلة سيناريو نسل الاغراب كانت في لقطة النهاية واللي اسائت للشرطة نشوف كده البوستر بتاع خالد يوسف بيقول ايه بيقول مشهد اجبار ضابط الشرطة للركوع عمام مجرم وسورة الشرطة وغياب مؤسسات الدولة في مسلسل نسل الاغراب وفك شفرة الهجوم عليه على محمد سامي وتصفيته معنويا مسؤول كبير شاهده واشاح بوجهه ودي مش معلومة تلك هي قرأتي لما حدث وليس لأي سبب اخر فهل الاخ خالد يوسف الحقيقة بيهرب من المسئولية على اي حال البعض اذا كان السبب اللي قاله خالد يوسف ده او السبب الاول بس عشان ننظمها عشان البنامج ده بيحترم عقلك والله اذا كان حقيقة انه تم التحافظ على تامير مورسي وعلى حسام شوقي والناس دي واذا كانت كل ده حقيقة وانه سلموا القصة الكاملة ابو علي مستر كامل اللي حفيده عمل حادثة وطلع عادي يعني اذا كان كل ده حقيقة فهل ما نعرفش هل السبب فعلا زي ما قال خالد يوسف مشهد ظابط الشرطة اللي راكع قدام مجرم في مسلسل نص الأغراب ولا السبب زي ما بتقول الاشاعة ان شركة سينرجي فاصلت محمد سامي وطلبته ب 37 مليون جنيه كانت النتيجة انه امه السيدة صبورة السيد عدو البرلمان تدخلت وقلبت التربيز عليهم ما نعرفش على اي حال البعض شاف ان ده تنتيجة طبيعية للاحتكار وده اللي قاله الصحفي عمر بدر وقال القصة مش تامر مرسي يا حضرات هو عمر بدر قال كده قال القصة مش تامر مرسي ولا المتحدة ولا سينرجي ولا ناس تمشي وناس تيجي القصة يا تأميم الفن والإعلام اللي حصل وبيحصل من اكتر من خمس سنين شركة واحدة وشلة واحدة وصوت واحد وافكار واحدة وهو ده اللي اهضر من ملايين وهيفضل يهدرها وهيمشي واحد ويجي واحد والحال هيفضل زي ما هو تاني والتالت ورابع طول ما الفن والإعلام تحت الوصاية وغير قانين في القيود وطول ما الناس متحصرة وقعدة في البيت من غير شغل وطول ما المواهب الحقيقية مش عارف ايه متكتفة ومحبطة ومنسحبة من المشهد مفيش أمل مش هنشوف غير الخسارة والفشل والخسارة وفشل ده الصحفي لأستاذ عمر بدر لكن عايزة أقول لأستاذ عمر حتى الفن لما تأمم في الستينات وتعامل شركة سمع المؤسسة المصير السينما المؤسسة دي اللي احتكرت الفن عملت يا حضرات أفلام محترمة جدا عملت شئم الخوف عملت الزوجة التانية عملت حاجات عملت البستاجي عملت أفلام كويسة جدا لكن شركة سينرجي حتى الآن لعملت حاجة محترمة ولا سابة حاجة للتاريخ أنا ما يخصنيش القصة دي بقى أي أن كان ده حقيقة أو لأ أنا يخصني حاجة واحدة بس سيبك من كل القصة دي سينرجي صرفت على المسلسلات دي تمنمائة مليون جنيه تمنمائة مليار يا سيدي سيبك من الرقم يخض تمنمائة مليون جنيه لبلد فقير قوي لكن السؤال مهم اللي تعلمناه في الكار ده المنتج يا حضرات اللي بيدفع مالين في سيناريو بيبقى بيسأل السؤال هيردهم كام مليون دول هيجيبه كام لما بتعرض أي ورق على منتج وتقوله عايزة انتك ده بيبص الورق كده هيجيب له كام دراما رمضان اللي تصرف عليها او صرفت عليها سينرجي او صرفت عليها الدولة تمنمائة مليون جنيه السؤال بقى جابت كام العائد بتاعها كام انا مليش علاقة بمحمد سامي ولا بصبورة السيد انا بسألك مسلسل اختيار اتنين جاب كام العائد المادي انت صرفت عليه زي ما صرفت جاب كام اتباع لي كام قناة هو ده سبب انتاج الفن ليه حضرات بننتج مسلسل سيناريو ونسيب سيناريو بننتج السيناريو اللي هيجيب فلوس عادي الامام كله على بعضه كده قيمته الحقيقية كانت في شباك التذاكر عادي الامام ممثل ملوش قيمة غير انه هو اصلا كان بيجيب تذاكر بس سواء في المصرح او السينما ويوم الممثل ما يجيبش تذاكر لا في المصرح او السينما بيقعد في البيت حتى لو نجي انا اعرف نجوم يا حضرات كان بتاخد ملايين والله وفجأة افلامها في السينما وقعت بقى اتعرض عليه تمنمائة الف والحاجات دي لانه خلاص ما عادش جاب وممثلين كبار مش اقول اسماء اعرف ممثلين كبار بعدما شهرتهم في السينما بقت فضيعة بدأ يعملوا افلام اي كلام النتيجة بقى اللي تعرض عليهم مبلغ قد كده اعرف ممثلة كبيرة اوي اتعرض عليها تمانين الف جنيه بس ولما طلبت نص مليون جنيه في فيلم راح مدير الانتاج للمنتج وقال له دي عايزة نص مليون دي ما تسويش تمن تلاف جنيه ممثلة كبيرة تاريخ هو كده الشباك ما يعرفش غير النجمة اللي بيجيب فلوس انا السؤال بقى سينارجي دخلت كام بعدما صرفت تمنمائة مليون هو ده السؤال بعت كام مسلسل لكم قناة جابت كام اعلانات ولا هو مال سايب انا بقول لك هو مال سايب اشوفك بعد الفصل موسيقى